المرأة للناس سواء عن طريق المباشرة وعن طريق التصوير وشيء من هذا القبيل والأدلة في القرآن والسنة ظاهرة في مثل هذه المسانة ولذلك يقول الله جل وعلا لأمهات المؤمنين نساء النبي عليه الصلاة والسلام الله لا يجوز لمسلم أن ينكحن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا نساء النبي لستنك أحد من النساء أن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا ويقول الله جل وعلا وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن ويقول الله جل وعلا وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا الاستثناء في الآيات والنبي عليه الصلاة والسلام حث المرأة على الاحتجاب والاحتشام والابتعاد عن إظهار زينتها وفتنتها للناس وبعض الطيبات الخيرات قد تكون محجبة لكنها في صورة فاتنة لأن من الناس من تضع الحجاب لكنه حجاب فاتن وفيه تبرج أيضا من حيث استعمال المكياج والزينة ولذلك المسلمة مطالبة أن تحتجب والحجاب من جملة ذلك لا تظهر صورة إلا لضرورة أو حاجة وهذه ليست ضرورة ولا حاجة أغلب الناس الآن يضعون لهم حسابات ولا يضعون الصور فنصيحة لأخواتي الفاضلات الطيبات بالابتعاد عن مثل هذا والاكتفاء بالاسم